السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح مبسط للتعبير صفحة 46 طبعا في البداية تحدثنا في الدرس السابق وهو درس العفو عند المقدرة طبعا بالنسبة لهذا الدرس هو كان عبارة عن قصة قصيرة إذن نوع هذا الدرس هو كان عبارة عن قصة قصيرة ما المقصود بالقصة هي فن أدبي يعالج قضية من قضايا الحياة من خلال مجموعة من العناصر التي تشكل هذه القصة إذن دائما القصة هي عبارة عن فن أدبي يعالج إحدى قضايا الحياة طبعا وهذه القصة تحتوي على مجموعة من العناصر من هذه العناصر أولا الشخصيات ويوجد لدينا الزمان والمكان وأيضا الأحداث والحبكة وأيضا يوجد الحوار ويوجد الحل طبعا نستطيع طبعا قرأنا الدرس سابقا وهو درس العفو عند المقدرة وقمت بشرحه بالتفصيل طبعا في الوقت الحالي سوف أقوم بشكل سريع في تحليل هذا أو هذه القصة وهي قصة العفو عند المقدرة إلى عناصرها طبعا في البداية أول عنصر قبل التطبيق سوف نعرف عنصر عنصر أول عنصر وهو الشخصيات طبعا هو الأشخاص الذي تدور حولهم أحداث القصة أو يشاركون فيها ويتفاعلون معها إذن الشخصيات هي الأشخاص اللي بتدور أحوال القصة حولهم أو هم الأشخاص الذين يشاركون في القصة إذن الشخصيات هذه من أسهل العناصر وهم الأشخاص الذين يشاركون في القصة دائما استخراج الشخصيات في القصة بسيط وسهل جدا هم الأشخاص الذين يشاركون في القصة أو بتدور أحداث القصة حولهم بالنسبة للعنصر الثاني وهو الزمان الزمان وهو المدة الزمنية التي جرت فيها أحداث القصة إذن الزمان هو عبارة عن المدة الزمنية أو الفترة أو الزمان التي جرت في أحداث القصة طبعا يوجد بعض القصص الزمان لا يكون أو الزمان لا يكون واضح إذن ممكن أن يمر علينا بعض القصص الزمان فيها قد لا يكون محدد إذن بالنسبة للزمان ومتى حدثت هذه القصة في أي زمان حدثت هذه القصة قد يمر علينا بعض القصص الزمان يكون غير محدد طبعا بالنسبة للمكان هو الحيز الذي تجري فيه أحداث القصة الحيز يعني المكان الذي تتم فيه هذه القصة المكان الذي تحدث فيه هذه القصة المكان الذي يحدث فيه أو تحدث فيه هذه القصة بالنسبة لأ الأحداث ماذا نقصد بالأحداث وهي ما تقوم به شخصيات القصة من أفعال وأقوال طبعا بالنسبة للأحداث زي كأني أنا بلخص هاي القصة باختصار إذن هي عبارة عن الأفعال والأقوال اللي بتقوم فيها شخصيات القصة يعني بمعنى آخر الأحداث إني أنا بقوم بتلخيص هذه القصة باختصار يعني أنا بس بأخذ النقاط الرئيسية أو مثلا رؤوس أقلام أو بختصر أو بلخص أو بلخص مثلا هذه القصة هاي هي عبارة عن الأحداث أنا بحكي كل القصة بس باختصار أما بالنسبة للعنصر التالي وهو الحبكة ماذا نقصد بالحبكة؟ الحبكة هي قمة التأزم لأحداث القصة قمة خلينا نركز على قمة التأزم لأحداث القصة يعني الحبكة هي عبارة عن قمة التوتر ذروة التوتر ذروة التشويق ذروة التعقيد إذن هذه هي الحبكة إذن الحبكة أحيانا قد نلاحظ أنها تمر في مراحل ممكن أنها تكون الحبكة مثلا أنه بدأ مثلا في بدايتها مثلا أنه بدأ عندي توتر أنا بدي أحدد الحبكة لما يكون عندي أنا ذروة أو قمة التأزم أو قمة التعقيد وين صار عندي تشويق كتير وين صار عندي توتر كتير وين صار عندي مثلا تعقيد كتير هاي هي بتكون الحبكة أيضا يوجد لدينا الحوار هو حديث النفس أو حديث الشخصيات ماذا نقصد به الحوار حديث النفس أو حديث الشخصيات الحوار قد يكون حوار داخلي أو قد يكون حوار خارجي ماذا نقصد بالحوار الداخلي الحوار الداخلي هو حديث النفس يعني حديث الشخصية مع نفسها أحيانا في بعض القصص ممكن الشخصية إنها تحاور نفسها أو تتحدث مثلا مع نفسها إذن أحيانا يمكن يمر عندنا في بعض مثلا القصص أو أحيانا بيمر مثلا عندنا في بعض المسلسلات أو غيرها من هذه الأعمال بيمر عندنا مثلا أن الشخصية أو الشخص أو الإنسان شو بيصير يعمل يتحدث مع نفسه هذا ما نقصد به بالحوار الداخلي أو حديث النفس حديث الشخصية مع نفسها عادي الإنسان ممكن يتحدث مع نفسه فهذا بيكون أنه ما يسمعوا الناس ما بيكون الحوالينا أنه بيسمعوا وهي هي بنعتبره حديث النفس أو بنعتبره مثلا الحديث الداخلي أما بالنسبة للحوار الداخلي أما بالنسبة للحوار الخارجي هو الحوار البتم ما بين الشخص والشخص الآخر يعني هو الحوار البتم ما بين الشخصيات مثلا أنا عندي قصة مثلا نعتبر أنه فيها مثلا الطالب مثلا رمزي وعندي مثلا سند فهون عندي مثلا صار حوار بين رمزي وسند فهنا منعتبره شو حوار خارجي هو اللي بيصير بين الشخصيات إنه صار بين رمزي وبين سند هاي بالنسبة للحوار طبعا هو مش مكتوب الحل ممكن يكون أنا برضو عندي من عناصر القصة الحل خلص الحل النهائي اللي وصلنا فيه في نهاية القصة شو الحل اللي توصلنا إله في نهاية القصة طبعا ممكن إحنا يمر عنا قصص اللي النهاية فيها مفتوحة يعني لا يوجد حل هاي تترك لمخيلة القارئ إذن ممكن إمر عنا قصص ما فيها حل يعني ممكن تكون فيها مثلا النهاية مفتوحة النهاية هي تترك لمخيلة القارئ طبعا أنا سابقا قرأت درس العفو عند المقدرة وقمت بجرحه في التفصيل الآن سوف أقوم بتحديد عناصر القصة في هذا الدرس لأن هذا الدرس هو عبارة عن قصة قصيرة طبعا لو إجينا على هذا الدرس ولو أردنا طبعا نحدد طبعا الدرس شرحته سابقا بالتفصيل لو إجينا نحدد مثلا طبعا بس أحكي باختصار شو هي القصة إنه يوجد هنا إبراهيم بن سليمان أراد طبعا أن يروي لنا أغرب ما حدث معه فتحدث إنه في يوم من الأيام كان هاربا أو فارا طبعا من العباسيين فراح اختبأ في منزق طبعا ذهب إلى الصحراء فقابله رجل وأدخله منزله وأكرمه أحسن إكرام طبعا خلنا نلاحظ هون عندنا إبراهيم وفي عندنا برضو الرجل طبعا إيش اللي صار بعدها أكرمه أحسن إكرام وما سأله أي إشي بس إبراهيم لاحظ ملاحظة على هذا الرجل إنه هذا الرجل كان يخرج كل يوم الفجر وما يرجع إلا وقت الظهر فإبراهيم صار عنده فضول إنه شو سبب خروج الرجل باستمرار فإبراهيم يعني من فضوله رح سأل الرجل إنه شو السبب اللي بيخليك تخرج كل يوم أو تدمن أنت الخروج فقال له الرجل بصراحة أنا أبحث عن الشخص الذي قتل أبي واسمه إبراهيم بن سليمان طبعا هذه هي كانت صدمة إلى إبراهيم بن سليمان لأنه يعني هون هو اللي قاتل معناته أبو هذا الرجل طبعا فهو تحدث إنه أنا لما سمعت ذلك عضو ما خوفي وذاقت الدنيا في عيني وإيقنت إنه أنا أخذت نفسي إلى الهلاك أو قد نفسي إلى الموت طبعا أراد إبراهيم أن يتأكد فسأل الرجل عن اسمه واسم أبيه فحكاله طبعا الرجل أو قال له اسمه واسم أبيه هنا تأكد إبراهيم إنه إبراهيم فعلا قتل أبو هذا الرجل طبعا هنا إبراهيم فقال له إنه وجب علي حقك وجزاء اللي معروفك معي أنا سوف أدلك على ضالتك يعني أنا رح أدلك على مطلبك أو الشيء اللي بتبحث عنه فقال له أنا بغيتك أنا مطلبك أنا الشخص الذي تبحث عنه أنا إبراهيم بن سليمان طبعا هون كانت هاي صدمة للرجل فالرجل انصدم فقال له أنا ما بضمن نفسي إني ما أقتلك ده هيك قال له ابعد عني خلاص اذهب وسوف تلقى أبيه عنده حاكم عدل أي بمعنى أنه عفى عنه فقال له إنه رب العالمين إن شاء الله رح يأخذ حقي منك إذن هنا عفى عنه طبعا هذا اختصار للقصة لو إجينا نطبق هون عناصر القصة رح نلاحظ أول عنصر هو الشخصيات مين الأشخاص اللي بتدور حولهم أحداث القصة أو مين الأشخاص اللي عندنا هون في هاي القصة الأشخاص أول إشي عندي إبراهيم بن سليمان إبراهيم بن سليمان وفي عندنا الرجل الذي استضافه إبراهيم بن سليمان إذن الشخصيات الأشخاص اللي شاركوا في هاي القصة أو اللي أشخاص اللي بتدور حولهم أحداث هذه القصة أول إشي عندنا اللي هو إبراهيم بن سليمان ويوجد عنا أيضا الرجل الذي استضاف إبراهيم بن سليمان هي حددنا الشخصيات بكل بساطة سهلة جدا إذن شخصياتهم الأشخاص الموجودين في القصة طيب بالنسبة للزمان طبعا هو سابقا شو حكالنا إنه لما انتقلت الخلافة من العصر الأموي إلى العصر العباسي معناته هاي القصة صارت متى في العصر العباسي أو في الخلافة العباسية أو في الزمن العباسي إذن هو في بداية القصة حكالنا إنه لما انتقلت الخلافة إلى العصر العباسي أو إلى العباسيين معناته هاي القصة اللي صارت في الخلافة العباسية أو العصر العباسي أو الزمن العباسي طيب لو إجينا مثلا نحدد هذا المكان تعالوا نرجع للدرس هون شو حكالنا إنه فحكى إنه دخلت بيتا في الصحراء معناته هون أحداث القصة كلها دارت وين في هذا البيت اللي هو كان وين بالصحراء معناته وين مكان هاي القصة أو وين المكان اللي حدثت في هذا القصة في الصحراء إذن بالنسبة للمكان هو المكان أو الحيز اللي صارت في أحداث القصة معناته المكان هون عندي شو رح يكون الصحراء لأنه كل أحداث القصة كانت بدور بأي حيز أو بأي مكان اللي هو الصحراء لو انتقلنا للأحداث إيش هي الأحداث؟ هي إنه إحنا نرصد أقوال وأفعال الشخصيات في القصة يعني زي كي إني أنا بدي ألخص كل القصة بس باختصار أنا بدي أعمل تلخيص بسيط للأقوال والأفعال اللي صارت بس باختصار الأحداث دائما بلخص القصة يعني بعمل تلخيص بسيط أو تلخيص صغير للقصة هاي هي الأحداث بكل بساطة مباشرة لو إجينا إحنا نعمل اختصار أو تلخيص للقصة ليش؟ لأن الأحداث هي عبارة عن الأقوال والأفعال الشخصيات هي عبارة كما عرفناها سابقا هايو هون حكينا عنها الأحداث هي عبارة عن ما تقوم به الشخصيات من أقوال وأيضا أفعال معناته أنا لما آجي عندي الأحداث أنا بنعمل إحنا التلخيص أو اختصار للقصة يعني برجع بروي القصة لكن بشكل مختصر أول إشي هروب إبراهيم بن سليمان من بني العباس مش أول إشي هو هرب من بني العباس بعد هيك لقاء إبراهيم بن سليمان رجلا في الصحراء وإكرام الرجل لإبراهيم طيب مش لقاء الرجل في الصحراء وأكرمه بعد هيك السؤال إبراهيم بن سليمان الرجل عن سبب خروجه مش صار عنده فضول ليش الرجل بخرج كل يوم الفجر وما برجع إلا وقت الظهر اكتشاف الرجل أن إبراهيم بن سليمان هو من قتل أبيه هون اعترف لإبراهيم سليمان أنه هو اللي قتل أبيه آخر شي شو صار عندنا عفوا الرجل عن إبراهيم بن سليمان عفا الرجل عن إبراهيم بن سليمان هاي انا هون حكيت كل الاحداث او انا لخصت كل القصة ولكن شو باختصار هاي هي الاحداث احكي القصة بس باختصار طيب بعد هيك بالنسبة للعنصر الذي يليه وهو الحوار طبعا انا ناسي اكتب الحبكة طيب هون عنا العنصر الذي يليه وهو الحوار طبعا الحوار دار عنا بين مين هون بين ابراهيم والرجل الذي استضافه بين ابراهيم بين ابراهيم والرجل الذي استضافه اذا الحوار هو كان بين ابراهيم وايضا بين ابراهيم والرجل الذي استضافه بين ابراهيم والرجل الذي استضافه اذا الحوار بين ابراهيم والرجل الذي استضافه اخر اشي بالنسبة عنا طبعا ناسي اكتبها راح ان شاء الله اكتبها وابعتها على الجروب وهي الحبكة وهي قمة أو ذروة تأذم الأحداث متى صار عندي توتر متى صار عندي تعقيد متى كان عندي قمة أو ذروة التأذم أو صار عندي الأكثر تعقيدا وهو عندما اعترف أو أخبر إبراهيم الرجل بأنه هو قاتل أبيه إذن متى صار عندنا توتر أو ذروة أو تأذم كبير في الأحداث عندما طبعا أخبر الرجل أو عندما قال إبراهيم للرجل أنه هو الذي قتل أبيه فهون صار عندنا ذروة التأذم تمام صار عندنا ذروة أو هون قمة تأذم الأحداث أكثر تعقيد أكثر يعني صار عندنا هون الجو كتير متوتر صار عندنا هون جو كتير مشوق صار عندنا تعقيد كتير كبير هاي هي الحبكة إذن هي قمة التأذم يعني أكثر إشي عندي تعقيد وتأذم وتوتر وتشويق في القصة هو متى عندما أخبر إبراهيم عندما أخبر إبراهيم الرجل أنه هو الذي قتل أبيه عندما اعترف إبراهيم للرجل أنه هو قاتل أبيه فهون إحنا عندنا صار توتر أو صار عندنا تعقيد طبعا ممكن كمان نضيف الحل يعني إيش هو عندي هنا الحل إنه الرجل أو عفا الرجل عن إبراهيم بن سليمان ممكن إنه نحط كان الحل إنه عفا الرجل عن إبراهيم بن سليمان طبعا ما ننسى الحبكة إن شاء الله رح أرسلها على قروب الصف متى كانت عندي الحبكة متى كان عندي التعقيد الكتير والتوتر كتير أو قمة تأزم الأحداث أو الذروة هي كانت عندما اعترف إبراهيم للرجل أنه هو الذي قتل أبيه عندما اعترف إبراهيم أو عندما أخبر إبراهيم الرجل بأنه هو الذي قتل أبيه هذا بالنسبة لعناصر القصة